البيوت مملوء بالهم والحزن إلا من رحم ربنا المشاكل الكثيرة كسرة الطلاق كسرة هروب الشباب من البيوت كسرة الشجار ما بين الأهل ما بين الإخوة وبعضهم ببعض كل ذلك ما الحل قلة البركة اختفاء الأموال اختفاء الملابس الإطراب النفسي سبحان الله حيرة الأطباء في الوقوف على المسألة الحقيقية في معرفة الداء وما هي أسرار الدواء إذا وقف الطب حائلا والطب له أسبابه وله أفعاله وله مسبباته ووقف الطب هناك وقال الطبيب لا أعلم لك مرضا أو داءا ولا أعلم ماذا عندك سبحان الله وقد أخذ بكل الأسباب وكل الأجهزة التي يستعين بها الله أولا ثم الأجهزة ثم قال لا أدري ما الذي عندك فعليك إذن أن تعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله سلام تلك العيادة المحمدية التي ما خلت من دواء لكل داء ما خلت من دواء لكل داء دواء الأبدان دواء القلوب دواء الأزهان دواء الأجساد دواء العيون النظر إلى كل ما خلق الله جل وعلا يعني قتل غشاشة كده على العين أو غشاوة على العين ما بتشوفش سحاب سوداء أريدك أن تنظر كثيرا إلى عظمة خلق الله جل وعلا إلى السماء ألم يكن ربنا ذلك؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فيها ذكر لله جل وعلا فيها تدبر سبحان الخالق سبحان القادر سبحان المبدع حينما أنظر إلى هذه الخلائق وإلى صنع الله جل وعلا ففيها ماهية الزكر لله تبارك وتعالى ثم الدواء النافع لأمراض القلوب ألا وهو ذكر الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زاتتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وذكر الله تبارك وتعالى يتلخص في أمور عدة الذاكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والذين تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يبال إنسان حينما يتفكر في خلق السماوات والأراضين وما فيهن من خلائق لا يعلموها إلى الله تبارك وتعالى إلا ويقف عند أسرال الرجوء إلى الله هو الذي خلقك بيدي ونفق فيك من روحي وأزجد لك ملائكة سبحان الله جل وعلا ثم أمرك ونهاك فإن سرط على سراط ربك حفظك وأواك وما هو السراط؟ السراط أبلغ من الكتاب والسنة وأن هذا سراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيل يبأ أول شيء يفتح باب المعصية باب الشيطان هو المعصية لله جل وعلا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء إن لن ينفعوك إلا بشيء ككتبه الله لك وأن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء إن لن يضروك إلا بشيء ككتبه الله علي إذن دواء القلوب ذكر الله جل وعلا ألا إن القلوب لا تصدق؟ قالوا ما جلاء الصدق يا رسول الله قال ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى لابد أن ينبع أساسا من القلب فإذا كان اللسان زاكرا والقلب مغلفا بالمعاصي فلا داعي لذكرك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى قلبه ويقول التقوى ها هنا صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا فإذن أريدك وأريدك أختي الكريمة أن تستعصم بالله جل وعلا أدوات الاستعصام من السنة كما قلت عليك أن تنفس بيديك كل يوم عند صلاة الفجر بعد صلاة الفجر وإنت مستقبل القبلة لأن هناك ملائكة يتعقبون فيكم بالليل والنهار ملائكة الليل وملائكة النار ولذلك شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك أذكار الصباح أذكار المساء عند تعقب الملائكة بعد صلاة الضهر وبعد صلاة العصر ولذلك قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبتغون أقواما نذكرون الله فإذا رأوهم تناجوا هلموا إلى بغيتكم فإذا اجتمعوا ضربة بينهم بحلقة من النور وبعمود من النور ما بين السماء والأرض ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ما فرغوا أهل الذكر من الذكر صعدت الملائكة إلى الله جل وعلا فقال الله تبارك وتعالى وهو أعلم بعبادي يا ملائكتي يا ملائكتي على أي شيء انتركتم عبادي يسنعون وهو أعلم بهم قالوا يا رب أتيناهم وهم يذكرونك وترقناهم وهم يذكرونك فيقول الله جل وعلا وهو دي المقام اللي نعدة الكلم فيه استحضر عزمة ربنا وإنت بتطلب الدواء استحضر عزمة ربنا وانت بتطلب المغفرة والرحم فقال الله جل وعلا يذكرونني ويحمدونني ويشكرونني فهل رأوني فتقول الملائكة لا يا رب لم يرأوك فيقول الله جل وعلا فكيف لو رأوني شوفوا الجمال استحذر عزمة ربنا وكأنك تنظر إلى الله جل وعلا استحذر عزمة ربنا وكأنك واقف بين يديه الآن تسأل عن النفير والنقيل والقليل والكسير والصغير والكبير فيقول الله جل وعلا هل رأوني فتقول الملائكة لا يا رب لم يرأوك فيقول الله تبارك وتعالى فكيف لو رأوني لو انت عرفت أو لمست رحمة ربنا لو انت أردت من حب لأ لو ربنا قذف حبه في قلبك والله لن يغنيك عن الله شيء المسأل بيضرب عربيعة عدوية لما كانت بتحصل خمر وكانت راقصة وكانت وكانت تفعله من الزنوب والمعاصي ما لا يعلمه إلى الله جل وعلا وتنام في أحضان الملوك والخلفاء وما شابه ذلك ولما شرح الله جل وعلا صدرها للإسلام وللقرآن والسنة وقذف الله جل وعلا حبه في قلبها كانت تناج وتقول ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وَلَيْتَكَ تَحْلُوا وَالدُّنْيَا مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُهُ فَإِن صَحَّ مِنْكَ الْوِدُّهُوَ دَلْيَا نَعَيزَكَ تُطْلُبُهُ من الله جل وعلا في التوبة والله تجد الله عندك قال الله تبارك وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي به وأنا معه إن ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه الرقة الشرعية ذكرني الله جل وعلا ولقوءني الله تبارك وتعالى وإن ذكرني في ملأ كالذي نفعله الآن ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تكربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تكربت إليه باعا وإن أتني يمشي أتيته هرولا الرد إذن أن الله تبارك وتعالى لا ينتظرك حتى تدعوه لو لجأت لي حتى بالنية لو قلت يا رب لقول أيوب لما مكس في مرضه سبعة عشرة سنة فقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين كالذي يقول إني مرض بالسحر أو المسي أو العشق أو الحسد ودي لي بأكثر من عشر سنوات وأنا أبحث عن علاج ولا أجد فأقول له قال أيوب قال صلى الله عليه وسلم في شأن أيوب مكث أيوب في مرضه سبعة عشرة سنة وفي رواية مكث أيوب في مرضه سمانية عشرة سنة فانصرف الناس من حوله إلا سنان من خواص أهله كان يغدوان عليه ويروحان واحد يقول الصبح واحد يقول بالليل ورديتين فقال أحدهما للآخر إن نبي الله أيوب قد أزنب ذنبا لن يشفيه الله به يعني زي ما واحد يقول له والله ده من أعمالها ده ربنا أسكد ده ربنا عمل فيها كده لأن هي لسنة مش عارف إيه فأنا أقول لك لا تزر الشماتة في أخيك فيشفيه الله ويبتليك لا تزر الشماتة في أخيك فيشفيه الله ويبتليك فهنا سيدنا أيوب سمع القول إن نبي الله أيوب قد أزنب ذنبا لن يشفيه الله به فقال كلمات دوانها ربنا جل وعلا في كتابه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الرحمين تعالوا نقف هنا عند هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة لما الواحد يقول ربي إني مسني الضر يا رب طبعا ربنا عارف إنك إنت عندك در لكن لما تقول ربي إني فيها معنى الظل ولذلك وجب عليك عند الدعاء وعند الطلب من الله جل وعلا إنك إنت تتزلن يستجاب العبد في إلحاحه يا رب يا رب يا رب أنت أعلم بحالي وحالي يغني عن سؤالي يا حليم يا كريم يا منان يا ذا الجلال والأقل تزلن الله والله ليس لك رب سواء والله ليس لك غيره اسأل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعام بشرطين فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إنت استجابت لله إنت عكفت عن المعاصي أمت لله بالليل برقعات تذكر ربنا فيها صمت يوم نفلة غير رمضان تقربا لله جل وعلا دعيت ربنا في جوف الليل وقلت له يا رب توبت أليك الآن استغفرت ربنا من زنوب المعاصي استحضرت أعمالك زي ما قلت لك قبل كده وجبت ورقة زي كده وعنت تكتب عملت يوم كذا كذا ويوم كذا كذا ويوم كذا كذا ثم لجأت إلى الله جل وعلا بقلب راق مؤمن ورع وعلمت أنك ملاقي لجل وعلا هتقف بين دين عرفت كذا عرفت أنك ميت قال الله جل وعلا في حبيب محمد إنك ميت وإنهم ميتون لو أنت استحضرت عظمة النبي بين يد الرحمن وقدره بين الله يد بارك وتعالى ثم يقبض لعلمت أن الدنيا لا تسوي عند الله جناح بعوضة سيد الخلق إلى الله يقبض ويموت وانت قاعد طبعا في الدنيا وتحصل من حل ومن غير حل وبتكذب وبتفتري على الله جل وعلا وتصطنع وبتزني بتشرب خمر طيب وفجأة جاء ملك الموت جاء ملك الموت وجاء بالسكرات واطلع قلت رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يبقى ربنا لما يرسلك سح بيحركك بيقولك توب إلي لما بيرسلك شيطان مس بيقولك عد إلى الله تبارك وتعالى ولذلك احنا قلنا أن الإصابة بالأمراض الشيطانية ربما تكون ابتلاءا وبلاء ابتلاءا يبتلي له بعباده ما يشاء وكيف شاء وبلاءا اللهم إنك ما أنزلت بلاءا إلا بزنب اقعد كده شوف المصيبة اللي نزلت عليك والقدر والهم والحزن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك يا ربي ده أنا بذكورك كثيرا ربما يكون الذكر لسانا وليس قلبا ربما يكون الذكر تصنعا ونفاقا وليس عقيدة وإخلاصا ممكن ممكن الله يطلع على قلبك فأجد القلب أسود مربادا كالكوزي مجخيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه معروفا ولا ينكر المقرن شديده الخصومة شديده القطيع يبقى إنه بعرض قلبي على القرآن والسنة أنت أولى بمحاسبة نفسك حاسب نفسك قبل أن تحاسب قلت لك أتوارى ويعرض قلبك ده القلب اللي بيخصم كتير وبيقرأ كتير وبيسب كتير وبيشتم كتير لأن معوالي القلب اللسان ما كان في القلب يطفع على اللسان يطلع اللي في القلب لو طلع ذكر وإيمان وتقوى ورع على طول اعلم إن القلب سليم لو طلع فتنة ونميمة وغيبة وسبحان الله جل وعلا لجوء لغير الله ولجوء للكاهنة والسؤال عن الغيبيات وما شابه ذلك فهو شرك محض شرك بالله جل وعلا وعدم ثقة في الله وعدم اعتراف بما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم كل يعلم ما في السماوات والأرض الغيبة إلا الله إلا الله لا تفتروا على الله جل وعلا لا تدعون الكهانة والعرافة والتنجيم وكل ذلك مما زمه النبي صلى الله عليه وسلم وشرك وكفر صاحبه ممن يفعله وممن لجأ إليه من صدق كهنا أو عرافا أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن صدق من ذهب إلى ساحرا فصدقه بما يقول لا ترفع صلاته فوق رأسه أربعين ليلة ده مشكلة طب إن موت في الأربعين ليلة الصلاة مش مرفوعة العمل مش مرفوع طب إزاي أنا أطلق هذا الباب الذي يحجب الصلة بينه وبين الله جل ده موضوع خطير والله لما يتصل بي أحد يقول لي والله أنا رحت الكنيسة وعدت قدام الأسيس وقلت له شوفني طب إنت مسلم آه أنا مسلم وبصلي طب رحت إزاي بتلجأ إلى من هو دون الله جل وعلا ده قرأ عليك إيه وليك معرفش تمتم الله طب إزاي رحت فين العقيدة غير كده إركن أختي تتصل تقول أنا رحت الراجل قال إنه شيخ وجلست عنده فوجدته يقرأ آيتين من القرآن ثم يتمتم وكأنما يحضر شيئا بطريقة السريانية أو العبرية لا أعلم كيف يصنع ولكن القضية إذن قضية الذهاب ما هي عقيدة هذا الرجل لا أقول الشيخ ما هي عقيدة هذا الرجل هل هو مطبق لكلام الله ولسنة رسول الله هل هو نافع لخلق الله جل وعلا هل هو يدرس السنة المحمدية ومن أحيى سنة من سنة أحيى الله قلبه وممات القلوب زي الحجامة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مررت بملئ من الملائكة يوم أن عرج به إلى السماء الدنيا وإلى السماء السابعة إلا وقالوا يا محمد مر أمتك بالحجام الملائكة يوصل النبي صلى الله عليه وسلم هو في رحلة الإسراء والمعراج ما مررت بملئ من الملائكة إلا وقالوا لي مر أمتك بالحجامة يا رسول الله طيب حسنين نحيي السنة دي نحيي السنة ما لاش علاقة بترخيص ولا بأي حاجة دي سنة عن النبي سنة من الفقه من السيرة لابد أن نصنعها لابد أن نحييها لماذا؟ لأنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الرقية النافعة بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قضية إن لا يفك السحر إلا ساحر هذا كلام خاطئ لأنه يستعين بالجن وقال ربنا جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقة يبقى الراجل اللي مرهوق اللي ربنا قال عليه ده مرهوق بفعل الجن ما ينفعش أن أنا روح له لأنه هيرهقني هيرهقني لأنه هيصلط علي الجن عشان نشيل الجن وربما يجيب جن أقوى من الجن اللي عندي أو ربما ربنا يبتريني بالجن اللي معاه فيطلف علي حياتي لأقول كنت بشتك من حاجات بسيطة ودي يعني أسانيد استمدنا إليها من كثير من الاتصالات اللي اتصلت بينا وقالوا والله يا شيخ كنا بنشك من حاجات بسيطة مشاكل في البيت وروحنا عنده واحد وصل الأمر للطلاق وخرب البيت واتخرب بيتنا وعيينا واتدمرنا اسمع كتير وكأن ما هو عقابه من الله جل وعلا ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قريب يلا ربنا لما أنت بتعيش عن ذكر ربنا وبتلجأ إلى السحر والدجاليون والعرفين والكهان بزعم من هو قالك في التليفون عن حاجة أنا محدش عرفها إلا أنا سبحان الله وإيه المانع هو يستعينه بالجن والجن يتصل بالقرين والقرين يقوله على أسرارك شيء غبي شيء ليس من القرآن والسنة بل هو تلصص هو تلصص هو يعني تنصط هو يعتبر من أبواب سبحان الله التجسس ولا تجسسه ولا تجسسه ولا تجسسه فالساحر يتجسس على أفعال المريض يقول له أنت عملت كذا كذا أنت وزوجك أنت شاريت كذا هذا من باب التلصص الذي يعلم عن طريق القرين وإحنا قلنا في بداية الحلقات أنه الفرق ما بين السحر والمس والقرين والعين السحر قلنا أنه جن مكلف ربما ينطق ربما لا ينطق ولكن أعراضه دائما تدل على غياب العقل العقل أنه كان صلى الله عليه وسلم ولكم في الرسول يا أسرة حسنة كان يظن أنه يفعل شيء وكان ليفعله في الرواية كان يظن أنه يأتي شيء وكان ليأتي صلى الله عليه وسلم حتى رقوه جبريل وكان ليأتي نساء يظن أنه يأتي نساء في الجماع وكان صلى الله عليه وسلم لا يأتيهم طيب يبقى هنا في عدم تدارك للأشياء في غياب أشياء في عدم فهم في عدم يقظة لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة البشرية كان يبتلى بالمرض ويبتلى بالسحر ولكن في صورة النبوية كان يصلي صلى الله عليه وسلم في أوقاتها وكان يعلم الناس وكان يشرح من السنة لناس ويفقهم في أمور دينهم صلى الله عليه وسلم لكن في الأمور البشرية اللي هي زي نحن النبي لازم أن يصنع لنا أداة من أداة التعلم أتعلمها زي إلا من النبي ولكم في رسول الله أسوة حسن فالنبي يختبر وأشد الناس ابتلاء من الأنبياء ثم الصالحين فالأمثل فالأمثل يبقى النبي يختبر عشان أنا أتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف عولج النبي من سحره هو ده الدليل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جالك بالإسلام وانت اعتنق الإسلام لأن انت مؤمن بالله ورسوله طيب الإسلام بيقول إيه ولكم في رسول الله أسوة حسن طيب النبي بيقول إيه بقولي ان انا سحر وسحراني رجل من زريق لبيد ابن احصى من يهودي في مشتن ومشاطة في بئر الزي اروان او في رواية في بئر الزروان بين مكة والمدينة طب النبي حصل ايه نزل جبريل فرقاه اللهم رب الناس موزي بالباس اشفوا انت الشافي يوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده في كتاب سحر النبي سابع ورقات السيدر ان تدقي بين حجري تختسل وتشرب منها تبرع بفضل جل والدوم على العمل مش حاجة اسمه واحد هتروح له هيروح بحكم بقدرة قادر كده يقولك اصلا معي سر مفيش حاجة اسمه سر والله وما توفيقي إلا بالله خلي بالك خلي بالك ده انا ضعيف وانت ضعيف ما بين طرفة عين وفتحها يغير الله من حال لحال يقبض الطبيب يعالج من مرض القلب ويموت بالقلب طبيب يعالج من مرض الكبد ويموت بالكبد طبيب يعالج من السرطان والله العظيم ويموت بالسرطان الله ده انت بأوه سبحان الله أخي يقول لي دخلت على طبيب أنا عندي حساسية على الصدر ودخلت عليه قيته عنده حساسية على صدر فبيقول لي تعمل كذا وقال له الله تب مش تنفع نفسك سبحان الله يعني ربنا بيدرب الأمثال أن الشافي والعافي والمقتدر هو الله جل وعلا الذي يغير الأحوال من البركة لإلة البركة من الصحة إلى المرض من الغنى إلى الفقر من العز إلى الزل هو الله أهله مع الله واحد الله الذي لا يقفل ولا ينام أهله مع الله ما هو دي القضية لأنا عايزة أشرح لك النار عايزيني خليها قضية علمية سيبك بموضوع بقى العلاج ومش العلاج والاستشفاء والكلام ده لأني لا أدري أن ألقاكم بعد يوم مهات لا أدري أن أنا ممكن أطلع على الهواء تاني ممكن أن أطلع يقدر ربنا والسر إله يخرج بس السر اللي نحن بنعالج بها نحن بنعيش بأسراء لكن الروح تخرج فأكون قد نفعت بما قال بي نبي صلى الله من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل الذي دوانه ربنا جل وعلا فيه شفاء للناس يا أخي فيه سر مشانا اللي عندي سر ده كلام ربنا اللي فيه سر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة والقرآن قال إن العسل فيه شفاء للناس أجيب العسل أقرأ علي تروق الشرعية الأخت اللي بتعاني من العخ ما بقول لهاش ما تروحش للطبيب روح للطبيب واستعيني بالله تبارك وتعالى لأن أجمع بين أسباب الدعاء والدواء أسباب الدعاء معروفة القنط والإلحاح وما قنطش من رحمة الله القنط يعني إيه أقنط بالتاء والقنط بالطاء يعني قنط من رحمة الله كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعので أوعى تقنط من الذنوب أوعى تقنط من المرض أوعى تقنط من بعد عن الله لا قرب لربنا ويبدأ دلوقتي زائد استعين بالله تبارك وتعالى على كل ما ألم بك من الفقر قل يا الله فهو الغني من المرض قل يا الله فهو الطبيب المداوي من قلة البرك قل يا الله فهو المبارك لرزقك ولأولادك من العلة والذلة قل يا الله فهو المعز المزل من الخوف من دواع الزمن فهو الظهر لا تسبوا الظهر فأنا الظهر اوعى تقول الله يلعن دي أيام اوعى تقول ده أيام سودة اوعى تقول ده زمن أغبر اوعى ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رب العزتي لا تسبوا الظهر فأنا الظهر لا تلوموني ولوموا أنفسكم ربنا قال كده في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مرمان أقول للساحر أنت ظلمت كم واحد وطلقت كم واحدة أقول للمعالج الذي دعناه وبيعالج بالقرآن وابتز أموال الناس بالباطل بالألفات يا أخي بيع هادي النبي وبقول لك وكسب وعيش حتى لما حد قلوه والله أنا يعني هادي النبي صلى الله عليه وسلم بحاجات معقولة لكن أسمع 6 ألف جنيه وخمسة ألف جنيه وعشر ألف جنيه ومية وخمسين ألف جنيه لامرأة مصابة بمرض نفسي فيحتل عليها بعض الناس ليه هنروح فيه من ربنا والله العظيم باتكلم بصدق أنا ألقى له أقول له إيه أنا هاخد منك النهار ده ما شئت باسم القرآن والسنة بس هابر ربنا أقول له إيه أنا هسأل عن النفير والنقير يعني سبحان الله جل وعلا ليه ما نتنفعش بنا وبن بعض أنا بوجه دعوة للمعالج بوجه دعوة لنفسي قبليكم بوجه دعوة عذوني ووجهوني إن أخطأت قوموني إن أخطأت هو ده صح أنت قوامني وأنا قوامك وفي الآخر المركبة واحدة كلنا راحين على القنطرة القنطرة ما بين الجنة والنار هيا فعل الصحراء والدجالين والاستخدم الدين واللي عمل واللي سوى تعالى يا عم الشيخ أنت قلت لأنك أنت بترقب القرآن والسنة وخدت ماله وما عملتش حاجة وما بيعتليش حاجة وما خدتش منك حاجة يا رب اختصري من حسناته هتقول إيه ربنا ده أنا بقولي نفسي يا شيخ سيد هتقول إيه ربنا يا شيخ سيد أنت خدت أموال الناس بالألوفات خمس تلاب في الحالة وعشرة تلاب في الحالة ألف جنيه في الحالة ألفين جنيه في الحالة ماذا تقول لله إذن لا رحت بعربية ولا دبيت مشوار ولا بيعت حاجة يجوز لك تاخد أجر الدبة يجوز لك تاخد اجر حاجة لانت بيعتها حلال شرعا والله لكن اعبت التليفون وابعتلي كذا وابعتلك ما ينفعش ما ينفعش سر ومش السر وكلام ده كل ذلك كان عنه مسؤولة هنسأل والله العظيم انا عايز اعملها النهاردة دعوية انا مش عايز اعملها يعني نظام بغراجة للعلاج لا انا عايز اقول لك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعم بالله كلنا مسؤولون امام الله جل وعلا كلنا بين لحظة واخرى ملاقون الله جل وعلا والله العظيم في لحظة قد يغضب الله على عبد من عباده ما فيش مقدمات يقول لهم هتوه فانه بارزني بالمعاصر وانتم تدرون قصة الرجل الذي كان في القرية التي كانت تحصل الله جل وعلا فقال الله يا جبريل اوحى الله الى جبريل اخصب بأهل هذه القرية الارض فقال يا ربي ان في عبد صالح قال ابدأوا به طم قبرى طم قبرى ربما يكون انت يعني برزت ربنا في المعصية وفي استخدام القرآن والسنة للتجارة فيقولك هتوه هتوه هل انت قد غضبة الرحمن هل انت قد سطوة الرحمن هل انت قد قد قدرة الرحمن هل انت قد ان ربنا يغدك فجأة ثم تترك كل شيء جمعته من حل ومن غير حل كل اللي انت جمعته من حل ومن غير حل وتقف بين يدي الله تسأل فيقول عبدي اما علمت انك بين يدي واقف فقول نعم يا رب اما علمت انك مسؤول عن اعمالك اما عرفت يوم كذا فعلت كذا اليست هذه اعمالك وافعلك نعم يا رب مش دي اصحارك نعم يا رب مش درد فلان نعم يا رب مش مرد فلان بسحر نعم يا رب مش ازابت عقل فلان مش طلقتي فلانة نعم يا رب فيقول الله جل وعلا يقول الله جل وعلا لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله ده أنا عايزة بشرك مش عايزة أجيب لك الجانب خذوه فغلوه ثم الجحيمة صلوه ثم في سلسلة تنزرعوها سبع مش عايزة أقول لك الكلام ده لأن الكلام ده يعني من باب الشيخ قرهنا والشيخ حسسنا نحن دخلين لا أنا عايزة أقول لك كلامي لنا حبيب محمد صلى الله عليه وسلم لكل ساحر تاب لكل واحد استخدم القرآن والسنة ويتاب إلى الله جل وعلا يا أخي تاجر بس ما تجلش في القرآن والسنة تاجر في الأعشاب ما تجلش في القرآن والسنة ودل واستدل وانفع واستنفع بس ابعد عن أنك تستخدم آيات ربنا في أغز أموال الناس بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام اللي تأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون انت عارف انك انتو انت بتقول إيه بعد كذا وأنا أبعت لك جني يا خلاص أنت كذاب أنت عارف أنت بتقول أنا أعملك ورقة تخلي زوج مش عارف إيه في رجلك أنت كذاب والله العظيم لا يملك النفع والضر إلى الله جل وعلا الاستعصام بالله وإن أجل الله تبارك وتعالى شفاءا على لسان عبد من عبادي وأسأل الله جل وعلا أن أكون منهم وأن أكون أقلهم بإخلاص ونية ودعاء ورجاء فاعلم أن التوفيق من الله جل وعلا التوفيق على الحالة في التوقيت اللي أنت أخلصت في الله تبارك وتعالى يبقى إينا إنت عامل إيه مع ربنا هل من توبة قال الله تبارك وتعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة يقول الله جل وعلا عبدي أتذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا وكذا ويُعرض الأعمال وإنت واقف نعم يا رب فعلت يوم كذا وكذا 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 فيقول الله جل وعلا وطبعا أخفى عليك الكبائر الكبائر لأنك أنت توبت سح التدخل في الغيب التكاهن على الله التألي على الله كل ذلك يخفى يخفى ولكن يظهر لك صغار الزنوب السب والشتم والكذب والكلام اللي هو إيه اللي هو تكفره الصلاة والصيام فقولك من جيه أعمالك تقوله نعم يا رب فالعبد يقف والإنسان يقف والمرأة يقف والرجل يقف والشاب والفتاة يقف وأمام ربنا يا رب ده دي الصغار يا رب الصورة من الكبائر يا رب ما تطلع الكبائر ويقعد بايت لأجلك ما هو في كبائر ده بدي للصغارين لسه فيقول الله جل وعلا عبدي يأمر الله تبارك تعالى الملائكة فيقوله يا ملائكتي أبدلوه مكان كل سيئة حسنة الله أكبر تتوبت بقى من تتوبت إلى الله جل وعلا دلوقتي وأعلنت التوبة إلى الله ومت على التوبة فتخرج صغار الزنوب ويخفى كبائر الزنوب ثم يقول الله جل وعلا بس نبطل نبطل الدجل والشعوزة والافتراء وأكل أموالناس بالباطل طيب السلام عليكم السلام عليكم طيب الافتراء على الله تبارك وتعالى والتألي على الله جل وعلا وأنا أود أننا نهاردة وأحمد الله تبارك وتعالى عايز أطيل في هذا البحث العقائدي والله العظيم من مبدأ العقيدة وحبكم أن تستمعوا إليها جيدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أنك موقف بين نادي الله تسأل عن النفير والنقير والقليل والكثير والصغير والكبير طب أنا أقب بين نادي الله هيطلع للزنوب طب أنا ما تبتش إلى الله جل وعلا خذوه فغلوه خلاص انتهى الموضوع طيب تبت إلى الله جل وعلا ربنا يقولك إيه يا ملائكة يقدلوه ما كان كل سيئات حسن بدلوا السيئات حسنات خلاص ثم يقولوا يا رب العدي بقى وأسأل الله أن تكون أنت أو أنت يوم يقوله بقى شوفوا الجمال بالله عليك لتنبسط من كلام ربنا وكلام النبي يوم يقوله يا رب إني أعلم زنوبا أنا فاكر زنوب يا رب لم أجدها هنا أنا مش لقيها في الصحف بتاعتي يا راجل بتعترف على نفسك ما هو ليه حلم ربنا عليه ما هي التوبة كده ما هو أنا توبت وما براشل صحرة ما براشل دجالين ما بقمونش إلا بالكتاب والسنة خلاص ما بقمونش بالغيب الغيب اللي في الكتاب والسنة لا باللي بيدخل في الغيب باللي بيتألع على الله جل وعلا باللي بيفتري على الله الكذب لا ما بقمونش به طيب السلام عليكم طيب فاصل إن شاء الله للأزانون عود إن شاء المولى جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيوب ربي إني ما سني الضر يعني هذا أنت نبي الله أيوب فين أنت من نبي الله أيوب و18 سنة ملقى على ظهري في الأرض لا يحرك ساكنة فيقول ربي إني ما سني الضر وأنت أرحم الراحمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلي يا أيوب ارقد رجلك الأرض هذا مغتسل بارد وشراب الله أكبر دفع الأرض بالقدم وراجل ما بتحركش معناها التوكل على الله قال لا أستطيع قال أفعل قال لا أستطيع قال أفعل فجمع كل ما يملك وما فيش قوة أساسها ولكن القوة من الله جل وعلا للسببية وعدم التواكل على الله أخذ بالأسباب وأستعين برب الأسباب لمن يحترم هذه الأسباب من الله جل وعلا للناس اللي بتحترم الأسباب دي لا يتدخل في الغيبيات يقوموا بمهام الدعوة إلى الله جل وعلا للمريض والذي يطلب ورقة الشرعية يأمرها بالحجاب ويأمرها بالصلاة ويأمرها بالصلاة يأمرها بالطاعة الله بالأسكر هو ده العلاج لأننا لما جيبك من طريق الشيطان ولا تتبع السبلة فتفرق بكم عن سبيل للطريق المستقيم وحطك على طريق ربنا من تخلاص لقول الله جل وعلا من أعرض عن ذكري فإن لو معيشة ضنك ما هو ده ضنك فتخبطه الشيطين ونحشره يوم القيامة قال رب لي ما حشرطني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها نسيت ربنا نسيت آيات ربنا نسيت أن هناك ابتلاء هناك بلاء هناك موت هناك يقصة هناك حساب هناك عقاب هناك جهنة هناك نار فإنت النهار ده لما تيقف مع نفسك وتحاسب نفسك لمن ألجأ من أعتبر أتصل بمين يا أخي حتى لو مش هتروح مش هارقيك ولكن هديك الموعزة الحسن قال الله جل وعلا ودي دعوة لكل معالج وكل راك على وجه الأرض وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة بالتليفون إن شاء الله عاملين إيه في الصلاة عامل إيه في الصلاة كيف حالك مع الله طب صلي الأسكار وبعد كده نتكلم في الوقت لكن أنا طارق للصلاة ما ينفعش ما ينفعش مع علامة إسلامك وأنت تعلم أنا طارق الصلاة كافر إن تركها فهو كفر باللجل وعلى استتابه ثلاثا فإن لم يتوب إلى الله ده لو في دولة إسلام ودولة شريعة وتنضيق شريعة يقتلوا في يوم الثالث يفرقوا بينه وبينه زوجه السوء ما يقتل لأنه كافر إيه ده عن ربنا ترك الصلاة ده أمر عظيم جدا أجد كثير جدا يتصل السلام عليكم أيها أخي أو يا أختي عامل إيه في الصلاة والله مش ملتزمة الله هتلتزم إمتى هتصلي في القبر هتصلي في القبر هتصلي يعني إمتى مش عارف فالقضية هنا الموعزة الحسنة والدعوة إلى الله جل وعلا ومن استطاع منكم أن ينفع أخاوفا ينفع في التليفون في الشارع في الطريق في العمل على الفضائيات لأن كل ذلك في ميزان حسنات المرء لو أنت بصص للدنيا بتاعتك البسيطة اللي عمرك فيها ستين سبعين ثمانين سنة أنت عمرك من أربعين خمسة وتلاتين مش هتعيش قد لعشته ولكن والله لا تنمنى إلى نفسك هتسأل عن كل شيء وتبكي على ما فاتك من الخير والدنيا هي معوال الأخيرة أنت بتعبي الزد بتاعك وتذكر قول القائل سفري بعيد وزادي لن يبلغني الزد إليه وقوتي ضعفت وصار الموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني يراني على الذنب ويسطرني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني ما استحيتش من ربنا أيها الساحر أيها الدجال أيها العراف أيها الكاهن وانت بتتكلم في الغيبيات وبتشرح حاجات معها كلمة من الصق ممكن ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سؤال عن ذلك في أمر السحرة والكهان يتحدثون بالكلمة من الحق ومعها ألف كذبة أو بالكلمة فتقع ومعها ألف كذبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء يعني تفهين طب جبت كلمة تفهين دي منين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات والله العظيم مغدعين والله مغدعين كذب ونفاق واخداع نسأل الله السلام ستأتي على الناس سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن اللي مش أهل الحاجة هو دلم يمية ويخون فيها الأمين الراجل الطيب المتدين اللي عارف ربنا هو اللي أول في ما تقول ويصدق فيها الكاذب الكذب النهاردة هو اللي زي الفل ويكذب فيها الصادق الراجل اللي عنده صدق وعنده علم ولا اللي لازمة ويتحدث فيكم الرويبضة الله يا رسول الله ويتحدث فيكم الرويبضة قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ خلي بالك لفظة الحديث لو النبي قال للرجل يبا الرجل والمرأة ما نحيش المرأة ممكن برضو المرأة دخلة في عموم الحديث الرجل التافه يتكلم في أمر العام أو المرأة تافها تتكلم في أمر العام فمن أعانوهم على ذلك وأزروا عند الله جل وعلا نالوا من الوزر مضاعف لأن الدل على الخير كفاعله ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عملها خلي بالك خلي بالك من النقطة دي لأن النقطة عقائدية أنا عايزك تأخذ الحلقة النهاردة والله جاي النهاردة أصلى حقيدة مش جاي عشان ننتفع لا أنا عايز أصلى حقيدة لأن يهدي الله بك رجلا وحيدا أو امرأة خير لك من حمر النعم أنا عايز أهديك وهديك عايز أقولك الطريق المستقيم بيدك أنت تصنعي في بيتك عايز أقولك أن الطريق بتاعك إلى الله جل وعلا هو ربنا هو لخلائك وهو اللي خلق المصنع الدقيلي من قلب وكيلة وكبد وبن كرياس وإذا تلف شيء والله لن يستطيع أحد أن يعيده إلى مجراه الأصلي إلا بقدر الله بدليله سيدنا أيوب مكس في مرضي 18 سنة ارقد برجلك الأرض هذا مغتسل برد وشراب لا أستطيع افعل بكلام مين ربنا لم يتوكل على أحد إلا الله 18 سنة لا ينظر إلا إلى الله تبارك تعالى بنظرة العفو أم أحمد السلام عليكم أهلا أم أحمد أهلا بيت لو سمحت أنا عندي إبني عدت بصفه كثير قوي وعيزه ولكن مش أدر عليه أبدا عشان خطفه الصلاة نعم يعني يعمل له أي حاجة أقول عليها المعميرها يعني هو عفظه كثير قوي قوي نعم وهو مستحيل أنه هو يكتبه للصلاة عده كم سنة يا حاجة نفس السنوية أنا قلت لك مره وانت قلت لي أعذيه بابو لكن هنا وعفظه كثير كثير قوي يا حاج والله إنه لله وإنه لله نعم طيب بص يا أم أحمد عليك عن ستة شانة وسنة طيب اسمعيني من التلفزيون يا أم أحمد نعم اسمعيني من التلفزيون بص يا أم أحمد يعني أو لأي حد من وجد في بيته شابا طاركا للصلاة فلا يحتاج إلا للدعاء ما فيش يعني نافذة لهذا الولد إلا الدعاء ماشي لا يرد القضاء إلا الدعاء طيب ده طارك للصلاة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال الله جل وعلا نبيه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء يعني من شيء ده الولد ما طلع عينينا في البيت والله وبيعمل المعاصي وبيشرب برشام وبتاع بنات وبتاع السكر وبتاع مش عارف إيه وطارك للصلاة وبيسيب بالدين أقول لك لا تبزل غير أنك ادعوه إلى الله بالحكمة والموعزة الحسنة وجادله بالتي أحسن ثم ذكره باللقاء الله جل وعلا كلمات التذكير بتصدع وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بتنفع وبتجلي الصدق عن القلب والله العظيم جربناها لناس بعيدين عن ربنا لناس كانوا في الفسط الفني وفي الرقص والغنى وفي الفحيشة والله العظيم بمجرد ما سؤال 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 في التليفون إلا وهداهم الله بقدره يعني إحنا سبب ولكن لما أراد الله أن يشرح صدورهم لله جل وعلا شرح صدورهم فأنا عايزك تدعيله يا أم أحمد وتشغل سلط البقرة في البيت عشان الشيطان اللي معادة يغيب ودائما أبدا استغفري له استغفري له وللهم اغفر لأحمد لأن دعاء الأم لوالدها مجاب ودعاء الوالد لوالده مجاب ودعاء الأم على ولدها ودعاء الوالد على ولده مجاب فياريت من تعيش ياريت من تعيش ندعو له بالتوبة وأن يغفر الله لا اللهم اغفر الله اللهم اغفر الله استغفر الله لأحمد أو استغفر الله لمحمد أو استغفر الله لفلان من أولادي اشتغلوا بالاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرال يدر عليكم الخير بهدى الأولاد بالبركة في البيت بالأعمال ويجعل لكم يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ياريت نستغفر لأولادنا ياريت نستغفر لأبانا أمهاتنا نستغفر لأنفسنا اللهم اغفر لي استغفر الله العظيم ويردوا كل يوم اعملوا ألف مرة استغفر الله العظيم لي ولأبي ولأمي ولأخي ولأخي ولأختي ولزوجتي ولأبنائي ولجيراني ولعشيرتي ولأهل بلدي الله أكبر أمها لهو النفع إيه النفع بكلمة والكلمة الطيبة والصدقة بالله عليك أنت استغفرت الحد ولا سبيت بالله عليك أنت دعيت حد التوبة ولا دعيته المعصية بالله عليك أنت دعيت واحد للصلاة ولا قلت له الله عم النهاردة فيه صغرة تمام سيبك سعى القلبك وسعى ربك كل ذلك كنت عنه مسؤولة أرجع يا أم محمد للاستغفار والدعاء إن شاء المولى لأن هدايته بيدي لجل وعلى ثم أعود إلى أيوب عليه السلام لما دفع برجه الأرض أخرج الله له ماءا سبحان الله يجعل الله الشفاء في الماء أو الله أنا أقول لك وهكو بيت ماء وعلى سبع رقال سيدر وإقرأ على آية روك الشرعية واختسل بعد توبة من المعاصي أعود الأول بينك وبين ربنا وقول له يا رب أنا فعلت كذا وكذا والله يتعود في القبر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله طيب أنا ما اتعصش بقى وقول للصبح يا عم الشيخ وأنا مش هعمل إنت بتقوله ده وقت الله يا عين الله ولما رح هناك أنا أما حاجة يعيشهم من اللي أنا يعيشهم أما حاجة أخذ أموال الناس بالباطل بالألوفات وبالخمس تلاف وبالعشر تلاف وبالمئة ألف والخمسين ألف وأبني فيل الوركة بعربيات وفي الآخر يحمى عليهم بها في نار جهنم تعال يا عم العربيات والقصور والأموال بتاعتك هي دية الوقود بتاعتك في نار جهنم غير إنها حقوق عباد هيؤتى بالعبد على القنطرة ويقول لك تعالى أنت خدت مني يوم كذا كذا ما خدش منك حاجة لا بعتلي شيء ولا جيتلي بشيء ولا عملتلي حقا إنك كلمتني كلمتين بعتليك الحاجات دي سبحان الله تبارك وتعالى فيؤخذوا من حسناته قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قيل المفلس يا رسول الله من نظر ما له ولما تعقل لا فوق بها المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج تكتملت أرقان الإسلام عنده ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وسلب مال هذا أخذ أموال الناس فيؤخذوا من حسناته وتطرحوا عليهم ثم يؤخذوا من سيئاته وتطرحوا عليه ثم يطرحوا فيه في النار طيب انت حمل ده كله عملت زود المحصلة وتأخذ طيب معنا أم عمر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أم عمر أهلا بحضرتك يا شير الله يحفظك تفضلي كنت عادة أسأل حضرتك نعم أحضرتك أنا ملتز مع السواة جدا نعم تفضلي ومعي بنتي بردك كويسة بحفظها وقرآن وكده الله يفتح عليك تفضلي فأنا تعبانة نعم أعادة أسأل حضرتك لو كنت أعمل ركي أو لا حضرتك أنا ما بصلي نعم يعني أنا سكده كده بصلي نعم بشوف أن أنا شاكها صليب قدامي نعم وجسم دايما أزرق وتعبانة كده وعندي نسيان واضطوع بطريقة رهيبة نعم يعني أسناء يعني هذه الأعراض تأتي أثناء الصلاة فقط ولا طول اليوم لا كل يوم يعني الطريقة على طول كده يعني بيت عندي وأسراب عندي حاجة مزمنة بطلت أخذ درشان للصداع أنت حضرتك مكيمة فين في السويس جنبيكي كنيسة جنبيكي كنيسة جنبي كنيسة ويعني يعني أنا جنبي كنيسة طيب قريبة مني وإني أنا أصلا لا نزلة ببص أنا نصلا لا نشي كده أحيب ببص عليها ليه معرفش طيب جاءت الإجابة على السوء إن شاء الله هذا سحرا بفضل الله تبارك وتعالى وهو طبعا يضعف مع إيمان المر يعني هو الحمد لله ضعيف لأنا كنت ملتزمة ومواصبة على الصلاة ولكن يجهد الجسد يجهد الجسد يعني في مقاومة إحنا عايزين نعجد ربينا أسأل حضرتك يا شيخ تفضلي حضرتك أنا دلوقتي أنا ببقى ياهب كده وحس التنميل جامت في جسمي أبقى صحية مش نايمة نعم ولو مثلا عين لمسني ابني صغير لمسني كده أتنفت زي ما أكون الطهرات نعم طيب أختي أمو عمر بفضل الله جل وعلا أنا يعني هستأذنك زي ما قلتلك أسمع دي جامي التلفزيون حضرتك اتفضل يا أمو عمر أسأل الله تعالى أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيكي شفاءا لا يغادل سقم أنت واجميع من أصيبوا بالسحر والمس وأن يبرئ أمة محمد من جميع الأدواء والأسقام إن شاء الله مولا أنه ليه زي لك والقدر عليه بص يا أمو عمر زي ما قلتلك السحر علاج وأن جيب سبع ورقات سدر أخضر وأن تضقهم على حجرين أو بين حجرين خطهم في المية ونقر عليهم يا طرق الشريم بس الموضوع يحتاج تواطر ما تملش إن الله لا يمل حتى تمله اوعى تملي من كلام ربنا أنت لو النهاردة عندك داء عضال مزمن والله العظيم أعرف ناس أدي لها بالعشرين سنة بيأخذ الدواء عند الفطار وعند الغداء وعند العشر ويقوم يأخذ الدواء وبفضل أجل وعالى ويروح يعمل علاق طبيعي ويعمل الله لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بشيء من السنة أعمله أصلي يعمل برنامج برنامج إيه بقولك شغل سلط البقرة في البيت اسمها سلط البقرة أو يقرأ سلط البقرة ويرد هتأخذ بكل حرف حسنة والحسنة طبيع عشرة أمثالية لأكل ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف خذ يا أخي حسنات يا أخي يعني دواء وحسنات طيب بعد كده بقولك هات سبعة ورقات سدر دقهم بين حجرين أو في كوباية ماء في الخلاط ويقرأ عليهم أيها طلوك الشرعية يا أخي خذ من القرآن ما شئت لما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي خليك عندك ثقة في الله بأي آية من القرآن إلا أن أفعك الله بها معنا تصار سلام عليكم وخليك مع أم عمر سلام عليكم طيب فأنت يا أم عمر هجيب السبع ورقات سدر هندوقهم على كوباية ماء في الخلاط ونقرأ عليهم أيها طلوك الشرعية هنجيب عسل نحل يكون عنده واحد طاق كده يعرف ربنا جل وعلا ويكون عسل نقي يقرأ عليها طلوك الشرعية هنجيب زيت زيتون معصور على البارد صفته كده معصور على البارد ما يكونش يتعرض في عصر للنار لأنه بيبخر زيت الطيار اللي هو في البركة وفي هادي نبي صلى الله عليه وسلم زيت زيتون معصور على البارد وهنقرأ عليها طلوك الشرعية وهنقرأ علي العسل لأيها طلوك الشرعية هنجيب مسك أبيض أدوات السنة يعني مش هتكلفكم حاك هنجيب طمر طمر ما نستصبح على سبع طمرات يعني يصبح مس أو سهر حتى السم لو واحد هطيلك سم في الأكل أو في الشراب والله لأنه نصيبه أنا ما بحط السماعة في ودني عشان أسمح سلط البقرة كاملة نعم أنا بنام بنام نوع عميق ممكن ينام حوالي 20 ساعة نعم ماشي أم عمر أنا مش عايزك تسمح سلط البقرة قبل أن نعمل العلاج الموضوعي الأول اللي هو الماء وزيت الزيتون والمسك يعني أنا ما يكونش مصاب بسحر أو مس وحط سماعة في ودني ليه؟ لأنه أنا عايز أعمل هادي النبي صلى الله عليه وسلم الأول اللي هو أجيب ورق السيدر يعني الشيطان ونار والوضوء وما ولا يطفئ النار إلى الماء أنا عايز أطفل أول عايز أطفئ هذه الجمرة من النار التي اختراقت الجسد في أكلها أنا بنام على وضوء أنا بنام والله يصيق على وضوء إن شاء الله انفعلت هذه الأشياء لأنه هو يذهب السحر كما تعلمنا من سحر النبي صلى الله عليه وسلم يذهبه ببعض العقل يعني يتوى الإنسان أو بيخليه ينسى أشياء أو يظن أنه يفعل الأشياء وكان اللي يفعلها كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل فالنوم من بعض الاثار التي يرتبها السحر على العقل النوم بعض الاثار اللي بيجنيها العقل من السحر فبيزهب التركيز وبيزهب النشاط فانا عايزك هتجيبي عسل النحل وهنجيب ان شاء المولى عليه اربعين جرام جنسنج ياريت اي حد بيعاني من فقدان الزاكرة اربعين جرام يا ام عمر جنسنج جنسنج ان شاء الله ياريت يكون جنسنج بلدي اربعين جرام جنسنج بلدي يضافوا على كيلو عسل تفضل حضرتك يا شيخ تفضل ام عمر يعني انا ممكن اروح للشيخ راكي يعني قريب مني بردك ان شاء الله ان شاء الله محنا بنقوله اولا ان شاء المولى حضرتك اذا كان هذا الرجل ممن يحمد في سلوكي وفي ادابي وبيتبع قرارنا السنة فلا بأس فلا بأس احنا ما فيش خياره فقوس في الشيوغ لا ده بيطبق هذه ربنا بيقرأ وربما يكونه افضل عند الله مني ربما يكونه افضل عند الله مني ومن غيره احنا افضلتنا هنا عند حضرتك احنا الليلة كلها عندنا يعني احنا افضلتنا جدا وشيوغة وكلنا منتقبين الله اكبر ماشي وحبني القرآن والحمد لله وده حضرتك ابتلاء من الله جل وعلا قلتلك لله ان يبتلي يا عبادة وبما شاء وكيف شاء فربنا ابتلاك بشي كما ابتلا النبي كما ابتلا النبي صلى الله عليه وسلم أنت افضل عند الله من رسول الله انت احزن من النبي لا طبعا فالنبي يبتلي بالسحر فمن يبتلي بالسحر وهي مقبل على الله ملتزمة أقولوا لا هنيئا لك فقد أصبت بما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله إيه أسوة حاسنة فأتبع بقا هادي النبي بالاسترقاء ان شاء الله انت حضرتك هتشغلاها في البيت مش في الاذن شغلاها في البيت عمتا على طول انا مشغلها جدا واختسل بماء السدر وعليه عشرة جرام زعفران وهاتي عسل نحلة عليه اربعين جرام جنسنج هينشط الذاكرة لانه ثبت ان سحر بيحرق خلاي المخ بيجهد قوة يعني اكتر المسان وراقبة مسلا راحة بحتة انسى وراحة فين انسى وانزل فين نعم لانو بيوزيب ببعض العقل اه بيوزيب ببعض العقل فانت حضرتك تجيب عسل النحل واربعين جرام جنسنج ويعمل البرنامج ده وتبعيني بفضل الله جل وعلا الا شفاك الله وطبارك وتعالى وعفاك زي ما قلنا يا اخوانا ان السحر يعني يوزيب ببعض العقل وده الثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان صلى الله عليه وسلم يفعله يظن انه يفعل شيء وكان يفعله بيوزيب يعني ايه يعني ممكن نسيب النسيان بالتوهان بمظنة الفعل الشيء هو لا يفعله بعدم الادراك بعدم التمييز حتى انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام اتفضل الاختي الكريمة اه اتفضل الاختي وده اه اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام اه اتفضل اختي مونة لو سمحت اه حضرت عندي دفل صغير ابني في المدرسة نعم اه مدوخني كده على طول مرضاش زاكره مرضاش يروح المدرسة السنو كم سنة اه عنده طبع سنين على طول بيتعصب كده وان سنوات بص حضرتك يعني اصيك ان ترقيه انت بنفسك او والده بكل بخواتيم البقرة وكل والله واحد والمعوذتين ايه ثم تقرأي اه فتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم البقرة وخواتيم الحش وكل والله واحد المعوذتين على زيت زيتون معصور على البارد مفيد جدا للاطفال والله يا اخوانا مجرب احنا جربناه يقرأ على زيت الزيتون معصور على البارد ودهن بيت طفل يصيبه بالهدوء بفضل اللي جلو على شكرا هو مجرب يعني زيت الزيتون معصور على البارد للطفل المنفاعل حتى الطفل الرضية زيت الزيتون معصور على البارد نقرأ ليه فتحة الكتاب آية الكرسي وخواتيم البقرة وخواتيم الحش كل والله واحد والمعوذتين ثلاث مرات ودهن بالطفل الا شفاه الله جل وعلا وعفاه خلاص يا اختي منا شكرا الله يحفظك ويبارك فيك قضية الاطفال المنفاعلة والعصبية منتشر الان وانا اعتقد ان الطفل هو نزل الى الدنيا وده مما ورد في السنة يعني يستقبله الشيطان فيستصرخه صرخة بيديله كده له كمية جامدة وكانوا بيلعب معامل اكمن فالولد يصرخ سليم فثبت ان بعض الاطفال اللي نزلنا هارضا ما بيبطلش الصراخ منذ الولادة الشيطان او الجن عمتل نكسرة الفواحش والدش والنت والفيسبوك والتليفون المحمول وصهر الليالي والحب والولا والعواطف والكلام في غير ذكر الله والفحشاء والنميمة والغيبة والزنة والخمور والميسر والدخول في الغيبيات والدجالين ومش عوزين يا ربي من ينجينا غيرك هنروح فين من احنا هنروح فين ما هو ده الزمن اللي احنا خرجنا فيه كان زمان يحكي والدي كان فيه نوع من الفطرة السليمة المراقبة لله بالفطرة الحب والود الجار يصنع طعام يقدم لجاره الموعزة الحسنة ده بيسأل على ده النهاردة ما فيه السؤال ما كانش بيه مصلحة محدش بيسأل عنك إن ما كانش فيه فايدة ما حدش يعرفك إن ما كانش تليفون يرن عليك أو ترن عليها هاخد مصلحة منك مش هرد عليك ومش هترد عليك ليه ليه هذا مما أوقعه الشيطان فينا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والله كلام ربنا جل وعلا أوقع العداوة والبغضاء الفتنة الوقيعة الخسة الندالة عدم الغيرة الدياثة عدم الرجولة الاختلاط البعد عن الله سب الدين التجرؤ على أدعياء الله تبارك تعالى كل ده حسبية مفرطة قتل مفرط في الآخر معنا اتصال السلام عليكم أنا كل السلام عليكم تفضل أختي الكريمة أنا يا سامية أهلا يا أختي سامية أنا يا شيخ أنا بيجي لي عرسان كتير وبعدا أنا بوافق بالعريس وبعدا لما وافق دي ما يرجع ليش تاني نعم يعني اللي انت توافق عليه ما يجيش ما يجيش والترس كتير بتخش عندنا بس ما اللي وافق عليه واقول عليه أو ما يرجعش تاني نعم طيب بص يا أختي سامية